السلام عليكم اخوة الاخوات و مرحبا بكم انا من جديد في قناتكم اجم السفد و قناة المعلومة البلناء ولله الحمد اسبانيا تسجل ادنى عدد من الوفاية منذ 20 مارس وقدر يوصل لحالة تعافي الى اكثر من 98 الف خبر مفريح يلا تلاح دابا شوية يعني اخر اصلاحات لكينة دابا يلا تلاح دابا مع السبعة وقسمين صراحة خبر مفريح يستهلت بارتاجا ليرجع الامل الى انفسنا و الى عامة الشعب الاسباني وكذلك اوروبا يعني تستعد للخروج من هذا الوباء وتستعد الحياة الى الرجوع الى عادتها الطبيعية كما كتشوفوا معنا فهنايا 208 الحالة دي الوفاية لهذا النهار ولكن في اخر 20 ساعة بيانسير ولكن عدد المتعافون يعني كبير كبير بزاف لحد الان يعني عدد الحالات المصابة المؤكدة هي 207 134 اصابة وعدد تعافي انتم ما كتشوفوا 98 1732 يعني يقولوا 99000 وصاف هذا خبر مفريح يبشر بالخير الى حين امتداد الحجر الصحي لتسعود ماي سمحت اليوم اسبانيا الخروج الاطفال ماكسيموم ثلاثة الاطفال مع شخص يعني بالغ ولكن مع غير شرط مايكون شفيت العمر ديانهم اكثر بـ 15 سنة من هناك نقولكم بصرة لنا وبصرة لكم ان شاء الله عودة الحياة الى طابعتها وبإذن الله تسوية الوضعية للمهاجرين الغير الشرعيين دائما نحن معهم في السراء والضراء نسأل الله السلام والعافية ورمضان كريم بالصحة ومغفرة الدنوب ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة شكرا